الحقيقة يوم الاتنين اللي فات جيه سيد الفريق كامل وزير جيه بمبادرة منه وبعت للمجلس وقال انا عزاجة اتكلم عن موضوع السكة الحديد ومش هيتطرق للقضية لانه قضية النيابة العامة ما زالت بحقق فيها ولا يجب التدخل في شغل النيابة العامة الى ان يحسن من الامر وتتخذ القرارات المناسبة وتباني الحقائق على وجهنه يمكن يتكلم بقدر كبير جدا من الشفافية ووضح ايه اللي بيحصل ووضح النقلة النوعية اللي كانت وقال عندنا كذا جرار كذا وعملنا كذا وعملنا صورة كانت كاملة ومتكاملة فيها قدر من الصراحة وقدر من وضوح وقدر من الشجاعة والجرأة في عرض الرأي يمكن في هذا الوقت يمكن انا قمت وتكلمت على انه امين عام مجلس وزراء قدم من سنة 2018 تقرير الى سيد دكتور الشام عرفات كان وزير النقل في هذا الوقت يتضمن تقرير من وزار الدخلية والامن الوطني مهمته انه يحذر كل الجهات وانا بحيي الحقيقة على هذا الدور انه مفيش حتة بيسيبها بيتابع كل حد اي حد له موقف متطرف اي حد بياخد اجراءات ممكن تنال من سلامة الناس بيبلغ بيها عشان المسؤولي يحذر الحقيقة يمكن كان في الاول 162 بعدين بقى 258 وما حصلش اي تغيير في اي حاجة الامر اللي خلينا نقول طب ما هي الوسيلة ايه الوسيلة يمكن الوزير وقال هذا الكلام الوزير قال انا بعترف بالكلام اللي قاله فلان لكن قولنا نعمل ايه لازم تطلعونا تشريع بهذا الشكل وده كلام حقيقي عين عقل وانا بتكلم طبعا بتكلم على انه الوزير دخل ما سمي بالمستنقع مستنقع طبعا مقصود بمستنقع المشاكل والاوضاع الصعبة اللي بيعيشها هذا القطاع وبيعيشها العاملين في هذا القطاع لان الناس دي يعني بتتحمل الكثير وما للسكر الحديد والعاملين وغيره واحنا عندنا ما يقارب المئة الف واحد الناس دي بتبزي الجهد ليجب ان احنا مع كل حادثة الدنيا بازت والناس دي لا الناس دي بتشتغل بتقدم شغل بتضحي بأشياء كثيرة جدا بأوضاعها وحياتها ويمكن ما بتاخدش المقابل المادي اللي يسويه وعشان كده انا بطالب الحقيقة عشان اخرج من مستنقع هذه المشاكل اول حاجة عملها تدريب المرتبات مهم جدا الرعاية الصحية المتابعة الميدانية اول بقاوة والحقيقة السيد الوزير كامل وزير حاطط هذا الموضوع في وضع الاعتبار وعشان كده بدأنا نخرج من مستنقع المشاكل مستنقع المشاكل وليس مستنقع السكة الحديدة السكة الحديدة على عنا وعلى رأسنا واهلنا وناسنا وحبيبنا وبيبزولوا كتير جدا من الجهد ووجود مئة الف وجود مئة تمانية وخمسين واحد متطرفة لغيره لا يضير المئة الف اللي بيشتغلوا للنهار والهم يعني تاج على رؤوسنا جميعا ودورهم لا يمكن ان ينسى في هذا القطاع واللي تحملوه كثيرا ومجيش اي حادث عشان تخلينا يعني نتصور ان الامر غير ذلك لكن كل ما في الامر اللي احنا بنطلب بالفعل انه الفترة القادمة نستطيع فيها ان نلملم مشاكلنا وقضيانا وحنا شايفيه قط التطوير ماشي كويس اوي والوزير حيب يبزل جهد ليل النهار ومش ساكت على هذا الامر وبنشوف بعض الناس يعني فيه مثلا واحد عامل بوست كده اسمه ياسر كرم سليم بيقول انه في قطاع السكة الحديد بصورته شتين في الدولة وإهانات وغيره وانا الحياة يعني في ضوء اللي انا شفته ده السباب اللي عامله سواء للدولة اولية او للوزير او اي حد انا بقدم بلاغ لوزارة الداخلية على مباحث انترنت عشان شوف واحد زي ده طب زي ده شغل في السكة الحديدة بيقول هذا الكلام في دولة وده اي حد حنحس انه ضد الدولة مش هنسكت احنا الناس طب نتجنة على حد ولي حاجة وحنا الناس دايما بنحتكم الى القانون وما بنطلبش بناخد اجراده ده اي حد دا انا بحتكم الى القانون بالاساس والقانون عندي عندي قانون الخدمة المدينية وعندي قانون مكافحة الارهاب واشياء كثيرة جدا واحنا على ثقة ان احنا هنعبر وحنعدي ولما يكون عندنا حد بوزن وقيمة وقوة شخص زي كام الوزير واكتهاده الرجل ما بيروحش بيته ولا يشوف الدنيا انا متأكد احنا هنمشي في خطة التطوير وبإذن الله حننجح فيها